غابة الاهتمام الحكومي على النهوض بالواقع التعليمي يضيف أهالي محافظة بابل إلى هذه الشكاوى الاستغاثة الحقيقة استغاثة لدى جهات رسمية لإيقاظ ظاهرة هدم المدارس وتحويلها إلى مساحات خراب على أمل أن هذا الهدم يقوم على أساس وعد بعادة بناء تلك المدارس ولكن ما يحصل أنه الهدم فقط تفاصيل أوفة في التقرير التالي في بابل حرمان يشبه شقيقاتها من المحافظات العراقية لا جديد إذن فجيل المستقبل ليس في قائمة الأهمية أيضا تعرف هذا جيدا من ظاهرة هدم المدارس شنو هالتقصير هذا الوزارة التربية ليش بعض المؤسسات المو مهمة يعني جاي يخصصو لها مليارات 700-800 مليار زين أومد والتربية ما يخصص لها شوفون هاي البنائة هاي مدرسة قديمة هاي هاي مدرسة بالخمسينات هاي ربة أجيال دكاترا وعلماء وحتى احنا كنا ندرس بيها جوي على أساس يسووها شوفوا بيها باعوا شوفوا بيها سووها زبالة واخدوا الفلوس وراحوا ما ندروا وين هاي مو بس ويا هاي وهوايك مدارس هنا يعني لسا احنا جهانة وجهال جهانة يجون 6 دروس ويعني دوامين واربع دوامات ورحلات ماكوا قاعدين بالقاع إحدى مدارس بابل تلاشت من الوجود وتحولت لمرآب السيارات وأخرى أصبحت ملجأا للحيوانات الضالة مدارسنا كل مدرسة بيها أربعة إلى ثلاث دوامات طفل يطلع الساعة بالستة يطلع الساعة بالسبعة من الدوام العصر شون دوام هذا اللي يجي لأهل المغرب شوكت يقرأ شوكت يراجع شوكت يراجع فريد نعرف السبب هاي تلهدي من المدارس صمت من الحكومتين المركزية والمحلية يمنح الضوء الأخضر لمن يهدم أمل العلم والدراسة وخطر يضرب بمستقبل أجيال العراق سيد يوسف حقيقة تابعت معنا والجمهور الكريم حقيقة ما يقلمني في هذا التقرير شيء يتعلق بيه شخصيا إن هذه المدرسة التي تناولها التقرير هذه مدرسة الابتدائية قضيت فيها سنواتي الأولى وكانت تحفة حقيقية تحفة في عمرانها هي مدرسة المثنى الابتدائية للبنين تحفة في عمرانها في ملعبها في حدائقها يعني هالني أن أراها وقد أصبحت خرابا في بلد عامر بالخيرات فيه وعود بالحرية بالديمقراطية بإعادة البناء ما تعليقك نعم يعني قد تسمع مني في هذه الجزئية تحديدا لأن هذه الجزئية أنا مركز عليه يعني منذ فترة طويلة منذ مدة طويلة قد يسمع الناس مني رأيا يعني لم يتصوروه أو لم يتوقعوه دكتور من خلال ملاحظاتي لقضية التعليم وقضية يعني عندي اثنين قضيتين أنا مشخصين قضية التعليم وقضية الإعلام في البلد هذا أنا مع صراحة شخصيا يعني أشوف أنا مع يعني توقيف عملية التعليم في هذا البلد وعملية الإعلام في هذا البلد نوقف هذه العملية لماذا؟ لأنها للأسف تؤسس إلى قضايا فيها مساوء يعني كبيرة هناك في المناهج إشكالات كبيرة أوقفنا العمل في هذين المجالين ما البديل؟ لا بأس دكتور دكتور كل كل الجهات الآن في العراق بحاجة إلى التأمل إلى وقف التأمل هذا ما حدث مع مهاتير محمد هذا ما حدث في ماليزيا حتى حدث مع أردوغا كل الدول تحتاج إلى وقف التأمل مع ملاحظة أن لا تستغرق الوقوف طويلة عملية التعليم في البلد عملية للأسف يمكن يعني أن تسوم بالفشل ابتداء من اللوحات أمر من المدارس وأرى اللوحات الابتدائية خطأ والكذا خطأ وأدخل إلى المدارس وأرى الضوابط التي يخضع لها المعلم والمدرس ضوابط هزيلة جدا موبايلات وما عرف شنو والطالب والحصة الرياضية حصص كبيرة إشكالات كبيرة في قضية التعليم عملية التعليم في البلد يجب أن تتوقف ويجب إعادة النظر بها لقضية التعليم في هذا البلد قضية التعليم قضية خطيرة منها يبدأ الإنسان صناعة مشروعه وصناعة أجياله مشكلة كبيرة تحدث في هذا البلد المشكلة الأخرى التي تضاف إلى هذه المشكلة مشكلة الإعلام الإعلام الصاخب الذي ليس حياديا الإعلام المتحذب الآن نحن في جزئية التعليم عملية التعليم عملية يجب أن تخضع إلى معايير ومقاييز دولية ويجب أن يكون هناك تدخل دولي في قضية التعليم في العراق عملية خطرة قرأت بعض المناهج تؤسس إلى قضيات وجدتها مرة عنصرية وجدتها مرة عبثية أنا لست مختصا حقيقة لكن بديهيا لو تفتح كتب الآن موجودة في التعليم أو تسأل والد أي طالب أو أي تلميذ عن وضع ولده في الدراسة رأسا يعني خطية للأسف يعني يحبط لماذا يقول لك مدى أقدر أنا شون أوصل الفكرة للقضية طيب هو يخرج مرة أخرى إلى المدرسة وما يأخذ المعلومة الجيدة من الأستاذ أو من المعلم ماكو رضا أبدا لا يوجد رضا حتى من المعلم ماكو رضا هذا المعلم اللي الآن يتمتع بأشياء جيدة وبالعافية عليها سمعتنا مشكلة قبل فترة هما يعني أم خرجوا بلافتات وخرجوا بمطالب ومن حقهم هذا الخروج لكن عليهم أن يؤدوا هذه الحقوق حقوق التعليم في البلد يجب أن يكون لها مقابل الإجازات اللي موجودة في هذا البلد في خضية التعليم إجازات خطيرة عمليات توقيف عملية التعليم عملية خطيرة الآن التعليم في مرحلة أنا أدعو إلى توقيف يعني ولو أنا فرد من هذا المجتمع لكن خلال تشخيصي وخلال ملاحظاتي وجدت أن عملية التعليم عملية هدامة مستقبلية عملية لا تنتج شيء جيد لهذا البلد فأرجو من الجهات المعنية أن يعاد النظر في قضية التعليم والتربية كذلك هي اسمها التربية والتعليم لكي يؤسس جيلا واعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر